أهلا بكم مشاهدة كلام مرة تانية وبنبدأ يعني حوالنا مع ضيوفنا وأنا عايز أبدأ بس بالأخبار الطيبة دكتور حامد اللي هو إحنا مكتفين بإيه؟ الزاتين عندنا الخضروات في اكتفاء ذاتي عندنا الفكهة في اكتفاء ذاتي عندنا الرز في اكتفاء ذاتي عندنا الدرى البيض عندنا الدواجين عندنا البيض عندنا البصل بعد هذا بقى ما فيش اكتفاء ذاتي إحنا دلوقتي حضرتك الأرقام الحقيقة اللي قدامنا على المستوى الكل اللي طبعا منقام كبير وصعب يعني لما نتكلم على الأمح نحن هتلتين احتياجاتنا مستورت نتكلم على الدولة الصفرة هتلتين احتياجاتنا من مستورت نتكلم على فول الصوية حوالي 70% نتكلم على الزيوت 98% نتكلم على الفول الناس كليا فاكرة الفول ده اختراع مصري واتضح انه لا مش مصري يعني احنا بنستورد طيب بنستورد 60% بالزبط الفول اللي نحنا بنكل على العربيات و بنكل في بلوتنا اللحوم الحمراء عندنا ايضا نسب الاستيراد تدرى حوالي 50% بالزبط السؤال تلوقتي حضرتك وانت متخصص في اشياء كثيرة ومتحدثان في وزارة الزراع في وزارة زراع فول لو احنا متكلم على مواجهة احنا متكلم نكتل برشيتة فعنا زمان التقرير مصر في المدى القصير على مستوى الزراعات اللي هي فيها خلل كبير في الاستيراد ايه اللي مفروض تعمله وايه اللي تقدر تعمله وعلى مدى المتوسط يعني في خلال سنة نقدر نعمل ايه وخلال سنة الى ثلاثة نقدر نعمل ايه احدا بتقترح ايه على الدولة اولا كل عام حاجب بخير وكل السادة المشاهدين وبصفة طبعا بقرب حلول شهر رمضان المبارك وبصفة خاصة اهلين المزارعين الفلاحين على مستوى الجمهورية لانا دايما بقول عليهم هم العنص الرقم واحد لتحقيق الامن للجزاء المصر انا يعني هخلي السؤال حضرتك بدل منقول احنا هنعمل ايه او ايه اللي ممكن نعمله لانا هقول لحضرتك ايه اللي احنا عملناه بالفعل تمام يمكن كان من حظ الزراعة المصرية انه هذا الملف كان من ضمن اولويات سيادة الرئيس منذ ان تولى المسئولية انه على اجندته بحيث يحصل نهضة كبيرة جدا في الزراعة المصرية ما كانتش موجودة الحياة او ما حصلتش في السنوات السابق ويمكن هذه النهضة هي اللي مخليانة دلوقتي رغم الازمات اللي احنا مرينا بيها وكان اخيرها جائحة كورونا ثم حاليا الحرب الروسية الاوكرونية وتأسيراتها السلبية على كل دول العالم احنا مازلنا الحمد لله مطمئنين ومعندناش اي مشكلة في معظم محاصلنا ويمكن حضرك عرضت في بداية البرنامج التقرير الخاص بالسلع ومنافذ البيع وبصفة خاصة وزارة الزراعة احنا الحمد لله احنا كمواطنين وعلى فكرة المواطن المصري يقدر يرد على هذا السؤال الحمد لله عندنا وفرة من جميع المحاصيل خضار فكهة حبوب كل حاجة موجودة في السوق المصري في السوق المصري لكن احنا هنعمل ايه على المدى القصير او على المدى البعيد بالضبط يا فاند اولا بداية وحضرتك طبعا وستاذنا وتعلم هذا الكلام ان ما فيش دولة في العالم عندها اكتفاء ذاتي من كل شيء كل الدول العالم بتصدر وبتستوصد عندها وفرة في بعض المحاصيل وعجز فيها المحاصيل الاخرى طبعا بعض المحاصيل اللي حضرتك ذكرتها احنا فعلا عندنا عجز فيها لكن منذ ان تولى سيادة الرئيس المسئولية وكان هذا الملف من ضمن اولوياته فعلا اهتم بالمحاصيل اللي احنا فعلا عندنا عجز فيها واهمها طبعا محصول الاستراتيجي المهم اللي هو محصول القمح يمكن احنا طبعا من اولى دول العالم المستوردين للقمح طبعا كل المساحات التي يتم استصلاحها حاليا ومنذ سنوات بيتم الزراعيتها بهذا المحصول سواء كان محصول القمح او المحاصيل الزيتية نفس اللقاء بمثلين وخمسين الف فدان فاحنا مهتمين طبعا بهذا الموضوع وطبعا الأبحاث اللي بيعملها مركز بحوث زراعية طبعا انا لازم انوه ان مصر تمتلك او وزارة الزراعة تمتلك اكبر مركز بحث زراعي في المنطقة العربية وفي الشرق الاوسط وهو مركز البحوث الزراعية هو المهتم بزيادة الانتاج الزراعي بصفة هما سواء الانتاج النباتي او الانتاج الحيواني ويمكن يا ضياء به انا برضو عاوز اوضح لحضرتك كنا بنتكلم في الستينات والسبعينات على متوسط انتاجية الفدان من الامحة بنتكلم على سبعة ارداب وتمانية ارداب ويمكن الحاجة هاشم عارف هذا الكلام احنا دلوقتي يا فاندم بنتكلم في متوسط في متوسط 18 و 20 ارداب